اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين خلوني ارحب ضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقرة احمد سابت زكى بحمد ايضا كريم سعيد زكى كريم ساجى ابتسلام خليني ابدأ معاكم اولا ومن اهم ما حدث بعد وفاة كابتن احمد رفعت امور كثير جدا انا بشوف انها هتتغير في كرة القدم والرياضة المصرية خلال الفترة القادمة ولكن من اهم الحاجات او من اهم الاخبار الجيدة اللي اسمعناها النهاردة وهي تغيير مواعيد مباريات كرة القدم من الساعة 4 للساعة 5 ونص واعتقد ده شيء مهم جدا جدا كلنا كرياضيين وكمحبيين لكرة القدم كنا بنطالب بي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية البقاء لله في الرياضة المصرية كلها ان الله وان الله يرجعون ربنا يرحمه كده ويصبر اهله ويسكنوا في سيح جناته ان شاء الله بالتأكيد تغيير مواعيد المباراة يعني كان حاجة ضرورية جدا زي ما احنا شايفين يعني انا بشوف دايما ان حتى قبل ما الموسم يبدأ لكل الرياضيين او لكل اللعيبة لازم يكون فيه مش مجرد في البداية بس يعني في بعض الاندية الكبيرة لا زي النادي الاهلي الاندية الكبيرة بس هي اللي بتعمل الكلام ده ان هي بتعمل فحص في بداية كل موسم للعيبة انا بشوف لا ان الفحص داي يفضل ان هو يتعمل كل تلات شهور كمان ان اللعيبة كمان تعمل رسم قلب وتعمل ايكو وتعمل فحصات تعمل تحاليل كاملة فده بيفرق معاها كامل اما بالنسبة للمواعيد المباراة بقى مواعيد المباراة مهم جدا جدا المواعيد يا جماعة درجة الحرارة بتوصل تمانية وتلاتين وتسعة وتلاتين فان هما يلعبوا الصعر باعة كانت بصراحة يعني الدنيا بتبقى صعبة قوي يعني ان هما يلعبوا الصعر باعة دي حرام يعني بصراحة فكانت خمسة ونص دي خمسة ونص افضل شوية وان كانت برضو هتزال الحر شوية بس افضل من اربعة بالتأكيد يعني لا لا اربعة دي الشمس بتتكسر تقريبا شوية بعد خمسة تحس ان الحر بدأ يفك شوية اقل شوية اهو فدي كانت حاجة ضرورية جدا ان احنا نشوفها وبرضو اللي عايزين برضو بعد كده موعيد الصالة بقى يعني فيه برضو بعد المباراة بتيجي بتضيع على الناس مثل سلطات المغرب والعيشة دي اللي ان شاء الله نتمنى ان هي تتزبط في الفترة الجاية يعني كريم طبعا تعديل موعيد ده اعتقد قرار مهم جدا عشان صحة اللعيبة يعني فيه بعض الناس ممكن تقول يا جماعة يعني الساعة ونص هتفرق اه هتفرق كتير لأي حد مارس رياضة ببساطة انت لما يعني مباراة تتلعب من خمسة ونص لغاية سبعة ونص مختلفة تماما ان هي تتلعب من اربعة لستة خصوصا كمان نشوط الاول بكل امان احنا في حتى بنشوفه النهاردة اللي بتفرج على مباراة الدولة دي هي الصعب بقى بشوفه الووتر بريك فعلا اللعيبة بتبقى واقفة الوضع صعب جدا وطبعا مش طبعا اكيد مش عايز انس طبعا انا عز اهل احمد رفعت ربنا يرحمه ويسبته عند السؤال ويصبر اهله كي طبعا اه يعني متفاجعة دي الرياضة المصرية نتمنى ان شاء الله باذن الله نحنا يعني نتفادها بعد كده باذن الله عن طريق احمد قاله ده نقطة مهمة طبعا موضوع ايه التحاليل الطبية قبل الموسم ووسط الموسم نتمنى ان الحتة دي دي بقى عندنا بشكل مستمر طالما انت بتلعب رياضة كابت الاسلام فالرياضي لازي يكون دايما معها متابعة وطبع حتى في اوروبا الامور دي هما الحاجات دي بصراحة حتى يعني برده ما بيأثروش فيها فنتمنى ان شاء الله ان احنا برضو يعني سعب ببقى في اوقات كتيرة بيدخل مننا في مواضيع النوائح والاداريات نتمنى برضو يا ريت يبقى عندنا برضو امور طبية تبقى والله انا طالبت في بداية الحلقة النهاردة انه الجهاز بتاع الافاقة واسمه ايه الـ CBR جهاز الجهاز الـ CBR يبقى متواجد على الاقل في عربيات الاسعاف اعتقد بيبقى اعتقده يعني مش موجود? مش موجود لان ده? لا موجود. موجود. موجود بيبقى في عربية الاسعاف. هو موجود في عربية الاسعاف. بس هي هي الفكرة ان الصراحة يعني ان اللي بيبقى في الملعب بيبقى حاصل بس على هو مش طبيعي. يعني لازم يكون فيه طبيب بشري. اللي بيبقى في الملعب بيبقى حاصل على كرسي اسعافات اولية. اوكي. وده من الصحة. صراحة. لازم يكون في الملعب يا جماعة لازم يكون فيه طبيب بشري. واه وهو دارس الاسحافات الاولية يعني يكون طبيب اصلا فاهم ازاي بعمل سي بي ار ومعاها ناس بتساعده لان بيحتاج يعمل طبعا ال سي بي ار محتاج من الناس بتساعد معاك اكيد تلاتة او اربعة لكن انا بشوف ان لازم يكون طبيب بشر ويكون حتى سواء طبيب قلب طبيب رعاية الحاجات اللي هي بتاعت الاسحافات الاولية تفضل ده ننصح بيه يعني زي ما حصل كده مع اللعيبة اللي برا اللي شوفناها اريكسون وحصلت مع كانو قبل كده اللي هو اللعيب النجيري صحيح وتركب له ولعب بعد كده فحصلت مع اللعيبة كتير فنتمنى الحاجة دي تبقى موجودة ما ينفعش ماتش كرة في مصر يتلاعب من غير عربية اسعاف في بعض الماتشات بتبقى في الدرجة التانية من غير عربية اسعاف الحاجات دي لازم لازم ان احنا نطورها معادش بقى خلاص يعني لازم من الموسم الجديد حتى نروح الحاجات دي الماتش من شروط من شروط المسابقة ان لازم العربيات الاسعاف تبقى موجودة طبعا كل حاجة في الاول في الاخر قضاء وقدر بس احنا بنتكلم على الاسباب ان احنا عايزين نطورها ربنا بس احنا بنتكلم على حاجات لازم تبقى موجودة خلاص زي ما الرياضة بقت صناعة وبقى هنا بنتطور ايه يعني اي نادي في مصر هيخسر ايه برعاية اتحاد الكورى ان هو يعمل مسلا للعيبة كله طلت شهور تحليل كاملة سواء فحوصات كاملة سواء ايكو على القلب سواء رسم قلب سواء رسم قلب بالمجوم. لا مهم جدا. هيخسر ايه? ولو كل شهر يا اخي. اه يعني. لأ كل شهر كتير. ما قطات شهور. كل تلت شهور? اعني كل تلت شهور. في ناس تقول لك كل ستة شهور اللاعبة ممكن كل تلات شهور مش ها يعني. نفاش القصة. اه مفاش قصة بهيقص ضغط بيقص سكر. بيعمل ايكو على القلب رسم قلب بيعمل فحوصات كاملة تحليل كاملة. خلاص ايه ابقى انت اتطمنت على على اللعيب بصفة هناك تغيرات كبيرة وكثيرة خلال الفترة القادمة لأنه ما حدث هننتظر اللجنة كونتها